مجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه وأكد البيان الختام للاجتماع الذي عقده وزراء الخارجية لمدة يومين في مسقط دعمهم الكامل لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن وشدد البيان على الحاجة الملحة لتحسين الوضع الإنساني ودعم عملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء الصراع وفقاً للمرجعيات الأساسية مشيرين لأهمية تجديد الهدنة وتوسيع نطاقها وللجهود الإقليمية التي تساهم في حلال السلام لا سيما جهود السعودية وسلطنة عمان من خلال المحادثات الجارية إلى ذلك دعت الحكومة المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى ضرورة الضغط على ميليشي الحوثي لوقف الانتهاكات بحق المواطنين وقالت إن عدد المختطفين من قبل الميليشي على خلفية المشاركة في الاحتفالات الشعبية بذكرى ثورة سبتمبر بلغ أكثر من ألف واربعمائة شخص مشيرة إلى أن هذا العدد يساوي أكثر من نصف من أطلق صراحهم في اتفاقي تبادل الأسرة والذين بلغ عددهم ألفين ومائة وثلاثين وضافت أن ممارسة هذه الأعمال لا توحي بالالتزام بالتزام ميليشي الحوثي بالتهدئة كأولوية إنسانية والتهيئة للانخراط في جهود السلام ميدانيا أصيبت امرأة بانفجار لغم حوثي في قرية الشقب جنوبية عز مصدر المحلي قال إن قبول عبدالقادر البالغ من العمر خمسين عاما أصيبت بانفجار لغم أسفل تبة الصالحين التي تسيطر عليها ميليشي الحوثي أثناء ما كانت تحاول زيارة منزلها المتواجد أسفل التبة مشيرين إلى أن الميليشي قامت بزراعة الألغام والعبوات بشكل كثيف في طرقات ومنازل المواطنين في الجهة الشرقية من الشقب من جهتها أشارت مصادر طبية في مستشفى الثورة الذي استقبل المصابة إلى احتمالية بتر أحد أطرافها السفلية جراء الحادثة وكونها قد أصيبت من قبل بطلقتيق الناص في حادثتين منفصلتين أعلنت ميليشي الحوثي هبوط طائرات أممية في مطار الحديدة الخاضع لسيطرتها في ثاني هبوط تجريبي منذ توقف المطار عن العمل قبل تسعة أعوام وأكدت وكالة سبى الخاضع لسيطرة الميليشي عدم جاهزية المطار في المرحلة الراهنة لاستقبال أي رحلات جوية نظرا لما تعرض له من تدمير شمل مختلف بناه التحتية من جهته أوضح قائد الدورية ببعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة مارسيلو نينيو أن هبوط الطائرة الأممية بالمطار يأتي ضمن ترتيبات نقل وتقديم المساعدات الطبية للأفراد العاملين في مكاتب المنظمات الأممية العاملة بالمحافظة فرضت ميليشي الحوثي رفع شعارها الطائفي في الطابور الصباحي بجميع المدارس الواقعة في مناطق سيطرتها ووجهت وزارة التربية والتعليم في حكومة الميليشي غير المعترف بها دوليا تعميما لمديري مكاتب التربية بالمحافظات ومديري المراكز التعليمية الخاضعة على سيطرتها بإلزام الطلاب برفع شعار الميليشي ضمن استغلالها للعدوان الإسرائيلي على غزة وتواصل ميليشي الحوثي استخدام المدارس في مناطق سيطرتها منصات لنشر خطابها الإعلامي وأفكارها المذهبية في الوقت الذي عدلت المناهج الدراسية وفق رؤيتها الطائفية وسط رفض واستهاء شعبي واسع نهاية الموجز للقاء